دي ما بلاي قبل ان جست جملة واحدة رو بارح سنة صار حدثت عدا مغير ما فاقوا به العبادة خطر قانوات الفرنسية الكل اعلت انهيزام اوكراريا نهائيا في الحرب ليش؟ لانه جاد تعليمات تول زيلنسكي باش يمشي للتفاوث لانه الروس ماشيين لأوديسا واذا وصلوا لأوديسا باش يتسكر الباب نهائيا على اي معنى مخرج للسلاع ويعني كل ما يعني الميناء الوحيد ليبقى الاوكرار هو موجود في اوديسا اذا قبل ما يوصل الروس الغادي اوك اعطاه امر توا باش يردخ ويمشي الواحد وهذا يباش يأثر مباشرة على يصير في غزة الانهزام هذا يباش يكون له تأثير مباشر على غزة وسترون انه قريبا قريبا باش يتغير النغمة كل اللي يكون نسمع وفقول باش تغير ثم نوصل توا بعد النقطة الخضران تاعي بعد كانت حب تحب تعلق علق بدون ذكر المنتوجات لا لا مش منتوجات انا حسيت بشي يزم قول الشعوب العربية وحدت ونطلقاوا احنا الاثنين نطلقاوا فيه الاف تعليقات من شعوب معناها انظم انتها طبعت وقاوا سلاح هم بيدهم القاوا سلاح باش يحاربوا ونجحوا الدول هذه الكل القاوا سلاح هو المقاطعة وكانت النتائج باهرة نتائج ان شركات عظمة مش لازم نسميوها تأثرت معناها بصيفة مباشرة بهاته المقاطعة هذه الشعوب نحييها اولا نسعلقاوا طريقة باش ينضموا لبقية الشعوب العربية في احساسها وفي معناها مكافحتها للسرطان تزرع في ارض الانظمة العربية بصيفة عام في الامة العربية والقاوا الحلول وهناك شركات بعينها تأثرت وغادرت غادرت لضعف النتائج وهذا انا نعتبر انتصار باهر أو كان منتصره عسكريا لكن زادة عنا ما نقوله اقتصادين ويعطيهم الصحة هالشعوبة ذي كله تحية لهم وكلهم على ما قاموا به وعلى هذه المساهمة الفعالة في الاتجاه الصحيح في الاتجاه هزم هالكيان الصهيوني اقتصاديا مراد حطاب الى اي مدى تعتبر المقاطعة سلاح فتك المقاطعة هي سلاح سلاح باسيف يعني وسلاح ماهوش سلاح صامت ولكنه سلاح مؤثر التقييم معتا إذا كان نحب نلقاه نموذج باش نقيم به الى حد ما التقنيا سعيب ولكنه سلاح معمول به برشا في اوروبا أستنى في الجمعيات المستهلك اللي هي غاديك هي بيدها ديزانتي كارتال هي بيدها ديزانتي لوبي وديزانتي كارتال ويقرأوا له لها الف حساب مثلا مش عاديك مثال تمام مجال فرنسا وهي معروفة يا سب احنا ديما صغار يعني اذا كان نريد كاسك متاع موتور بالعربية مراد لأنه اكثر من خمسين بالميام اللي تابعو فينا وتوى الفين في المباشر راهو عرب ونحيوه بالكل بالعربية يل يعطيك ألف صحة ومرحبا بيهم كانت فيما مجلة فرنسية اسمها خمسين مليون مستهلكة فرنسا كانوا فيها خمسين مليون مواطن فكترا منتوج في المجلة هذيك يكون هذك نوع من الضمان وتقارن بين المنتوجات وكانت الجمعيات للدفاع على المستهلك ديما تدعو إلى مقاطعة كل ما هو يمكن أنه يسيء للمستهلك المقاطعة هي السلاح قيمي معناها مربوط ويرتبط بالقيمة اللي يحملها إنسان لأنه الإنسان ما يقاطعش بشكل عام لأنه مش محتاج ولا محتاج للمنتوج هو موقف الموقف بصفة عامة نجم يكون إيديولوجي كما نجم يكون موقف نابع من اقتناع في سياق معين في سياق حرب في سياق اعتداء غاشم ما إلى ذلك أكيد اليوم المقاطعة في العالم العربي وحتى في العالم الإسلامي بشكل عام لأنه العالم الإسلامي يعني هو بيده تقريبا اليوم بلدان كما اندونيسيا ولا بلدان اللي فيها عدد كبير من المسلمين نيجيريا ما إلى ذلك يعني هي بيده بلدان حاسة برشا بوطأة الاعتداء ووطأة الحسار اللي قاعدين يتعرضوا لشقاءنا في فلسطين والكلنا قاعدين نحسوا بالموضوع وأنا بدي لحظة لموجودة ظهرة هذه حتى في تونس عند الأطفال مثلا اليوم فما وعي جديد قاعدة كون أنه يمشي يشري يمشي يختار يمشي معناها هذه حاجة جديدة لأنه الطفل بصيفة عامة تغروا الحاجة الحاجة المزيانة والحاجة اللي فيها همبلاج والحاجة المستوردة اليوم فما المركب من صحة التعبير معناها المستورد ومتاع الدولي والعالمي والمعاولم وكذا بداية يتيح وإن شاء الله تكون المقاطعة بشكل عام متواصلة معناها خارج حتى الغسرة هذه اللي إن شاء الله ربي عديها على خير تكون متواصلة بالنسبة للسلاعة اللي هي مربوطة بالإمبريالية مربوطة بالإعتداء على الشعوب وبهضم حقوقها معز علي وجيتك سيد أحمد المجتمع المدني دي ما في الدول كيف تكون فهمها من الشكل الاقتصادية وغيره المقاطعة بديت مع المجتمع المدني اللي اعتبر بأنه سلاح فعال وهو سلاح مواطني معناها هنا انقاطع معناها الفكرة بديت مع المجتمع المدني اليوم المجتمع الدولي يعاني من المقاطعة هذي شوف اللي صير كما قلت انت هذه بطريقة سلمية لمواجهة الكيان والغطر سانتاعه أما المقاطعة راهوا سلاح اللي المجتمع المدني بداها أما راهوا كيف كيف بعد وصلت القرار السياسي يتبع وقد تكون فما ضغط من الجمعية والمجتمع المدني وفما بويكوت احنا نشوفه في المغرب فما عديد الماركات قاعدة تسكى في السيكورسان بتاحها فما نسبة تكلفة البيكوت وصلت 16% من المداخين لتاع الماركات الكبيرة هنا قاعدين نشوفه اللي هي أحسن طريقة لذا ضعت الاستقرار المادي خاتتعرف شوفنا اللي فما سياسة كبيرة من خاصة من امريكا اللي هي عندها والاتساع والتدخل تاحها خاصة نتاو نشوفها في الدول العربية في الخليج وكل شيء فما والحاجة الثانية اللي شفناها لاحظناها اللي في الدول اللي حكوماتها مطبعة مع الكيان البويكوت نجح فهه المقاطعة ايه معناه الدول اللي هي مطبعة حكوماتها مطبعة البويكوت نجح فهه نشوفه في الخليج برشة من الماركات هذي سكت لسكورسان بتاح على خاطر ما عادش فما ناس يمشيوا لها ولا وفهمتني ما محبش نقول الماركات وماذا بينا مشوفهاش في تونس والحاجة اللي باهي انتعنا في تونس اللي هي مشا منه معنيشة لا لا هو اخي باهي الحاجة باهي هي كان سياسة دولة فقدنا بيها من لول اللي هي كان سياسة دولة متحلش الفرانشيز واللي هي باهي توا على خاطر نعطيه فرصة للمنتوج الوطني بش ياخذت مركز في السوق المقاطعة خاصة سماح اللي هي تساهم في توعية الناس توعية الناس اللي خدك نجوه عليش مقاطعة نبدأ نتسائل وكينتسائل نعود نرجع لحقيقة الوضع انا ساعات نسها نسها فما ماركة عجازوز دخلها للدار بنتي طيشها وخاصة جيل جديد وخاصة عملية البيكوت هذية ناشحرهم مش ناشحر الكبار ناشحر لكثرية بالشباب بالشباب وهذه حاجة مهمة جدا هو هو فيما يتعلق بالمقاطعة هو المقاطعة السلاح فعال وفعال جدا لانو الحروب تخلقوه لويش الحروب الحروب راي تتخلق بش تحقق الدول الارباح انتي الحرب العالمية الاولى آآ راي فينونسي من 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 خلال روتشلد ممولة في الموالة من بهب أين كبر yours зل دنك حلم هذا مغرب بلوثي من ليهود ضeshونق ما في العالم يمولوا الحروب ويعيشوا بالحروب وماذا بهم الحروب تصدر للدول العربية لانو احنا ديما يراو فينا الناس مستهلكين استهلاك استهلاك يبيعونا اسلح يبيعونا كل يعود يبيعونا مواد البناء يبيعون اللي تحب عليه انت الكل. فاذا انت توجهم وتقاطعوه. فانت وقت لتطيح لهم الارباح وقت لتنقصلهم الفلوس اللي مش تدخلوها. وقتها انت نجحت في انك لانه حتى حرب ما هي مجانية راي كل حرب. ومع هذا الكل مع هذا الكل. انا مراش والطولة النجم حد يقنعني. عليش عنا سلاح كما النفط ما نستعملهوش. اقنعوني فسرولي. عليش عنا غاز معناه في بلد المليون ونص شهيد. عليش ما نسكرهوش. وسيد العميد يقول لي ما تنجمش. فسرلي علاش ما نجموش. كما كما كان تقبل ويقول لنا شيخ زايد ان النفط العربي ليس اغلى من الدم العربي. اليوم الدم العربي يصفك يا ناس. يا حكام العرب كيف تنامون وتسمعون اصوات انين الاطفال. كيف تنامون وانتم ترون. هؤلاء الاطفال محروقين مجروحين يبكون يستغيثون اغيثونا. يا يا راجل ما هذا. ما هذا البرود. كيفاش تعيشو كيفاش ترقدو. كيفاش تخجلو صغاركم انا قدين. اخي ما عدكمش قلب. ما عدكمش ضمير. يا هؤلاء معناها المشكل فمي. ما هذا. يزي. فك علينا. اقفوا. وقف. واخر كلمة سامع. انا نقول. اي مواطن ما يستهينش باللي اعمل فيه رابع. البرتاج والفيديوات والدنيا. هذي كان غيرت من برشة حسابات متاع برشة دول لحكومات. اليوم برشة حكومات تراجعت من انفسها. حتى حتى اليوم. اليوم حتى في فما حديث على انه. آآ آآ حزب نتنياهو تراجع معناها آآ سبعة سبعين بالمية معانتها. في آآ في آآ في آآ تصويت في صبر الاراء. وهذا مهم ومواز جدا. انا نحس وناتنياهو قاعد يطاول في الحرب لانه معنوش حل. اذا وقفت الحرب يمشي الحبس. هما طوي حكموا فيها. والمهم 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 جدا. البارح سماح كلمة وننهي. اول مرة نتنياهو يعمل خطاب وحده ما كانش معاها وزير الدفاع. وهذا يدل لها اندلة على شيء ومش نفس الحزب هما. اندلة على شيء فانه يدل له فما مقاطق مقاطق ملا منظر. شوف تصويرته شوف تصويرته اذي تصويرته بعد الحرب. بالله كان يرقاو تصويرته قبل الحرب بتو تتفم وشنو صار له سيدة داي. يعني يعني مش ضعفة. يعني الراجل زاد عشرة سنواته العشرين سنافية. فالشي اللي صاير بين حتى منزوز احزاب معتها غير نظرا تع العالم لهؤلاء. مراجعين لكل هذي التفاصيل.